على الرغم مما حمله تفشي فيروس كورونا من مآسي إنسانية لم تخلو منها دولة من دول العالم إلا أنه جلب معه بعض المتغيرات التي يراها البعض إيجابية فالدول الغربية التي حكمت مجتمعاتها مشاعر الإسلاموفوبيا والعداء للمسلمين يسمع الآن في شوارعها الأذان وهو يصدح من مكبرات الصوت في مساجدها القليلة وكأن المجتمعات الإنسانية عندما تواجه تهديدا وجوديا تنسى أو ربما تتناسى خلافاتها الفكرية والسياسية بل والعقائدية كذلك في العاصمة الألمانية برلين رفع الأذان ظهر الجمعة الفائتة للمرة الأولى ضمن مبادرة سمحت بها السلطات هناك لتعزيز التضامن المجتمعي في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد إدارة مسجد دار السلام الذي شهد أول رفع للأذان في ألمانيا قالت إن ذلك سيستمر بشكل يومي وحتى انتهاء أزمة كورونا كما سيدق نقوس كنيسة الجليل يوميا عند الساعة السادسة مساء في الحي ذاته الذي تتركز فيه الجالية العربية والمسلمة غير أن الأمر تخطى حدود ألمانيا إلى دول أخرى غربية مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ليؤكد على أن الشعور بالتوجس من تهديد بالغ الخطورة يمثله كائن متناهن في الصغر لا يرى إلا تحت عدسات المجهر لا يواجهه إلا ثقة الإنسان بأن الله الذي خلق الجميع هو القادر وحده على حمايته من كل خطر يتهدده والإنسان السوي بالطبع سيشعر بالراحة والأمان بتقرب الناس إلى ربهم على اختلاف معتقداتهم ترجمة نانسي قنقر